أهلا بكم إخواني أخواتي في هذا الفيديو المهم والعجل سارعوا بملء الاستمار فورا للراغبين بالهجرة والذين يخططون للهجرة والعمل إلى كندا تابع معي هذا الفيديو سنقوم بملء الاستمار فورا وبعدها سنذهب مباشرة إلى الإجراءات هنا نتواجد رسميا على موقع حكومة مخاطعة كيبك كيبك جوفيرنومو إذن سننزل إلى هنا وسنقوم بشرح هذه ثلاثة دول وكذلك دول في أوروبا أي الإخوة المقيمين بأوروبا كذلك يمكنهم التقديم وسنشرح هذا كله في هذا الفيديو فتابع معه هنا سأقوم بإضافة الإسم وهنا الإسم الأول وهنا البريد الإلكتروني يحمل اسمك الشخصي واسمك العائلي وفقط هنا سأختار بلد الإقامة الحالي كما ترى وهنا عندنا ثلاثة دول عربية مطلوبة داخل هذه اللائحة وباقي الدول هي مخصصة للمقيمين بأوروبا سنشرح ذلك في هذا الفيديو بعدها سأتي إلى هنا وسأختار رجل أو امرأة ثم سأختار السن هنا كما ترون من ثمانية عشر إلى أربع وعشر عام من خمسة وعشرون إلى خمسة وثلاثون سنة من ستة وثلاثون إلى اثنان وأربعون وهنا ثلاثة وأربعون سنة وما فوق أي إلى خمسون أو ستون سنة ثم سأنزل إلى هنا المعرفة باللغة الفرنسية هنا يمكنك اختيار لا أتكلم هذه اللغة أو مبتدع أو متوسط أو متقدم أو الفرنسية هي لغة الأم نفس الشيء لللغة الإنجليزية لا أتكلمها مبتدع وسيط متقدم أو لغة الأم مستوى آخر شهادة محصل عليها سأنزل إلى هنا سأختار الشهادة التي تحصلت عليها من خلال درستك ستضعط هنا وهنا ستختار من هنا وهنا هل تم إصدار هذا الدبلوم من قبل مؤسسات تعليمية في كيبك أو في أي مكان آخر في كندا هنا طبعا لا سأقوم باختيار لا لأنني متواجد حاليا في بلدي فأنا أقدم من بلدي كما تم الشرحه في الأعلى إذن سأختار لا السبب الرئيسي للهجرة إلى كيبك هنا سأخوم باختيار رجل أعمال دراسة استثمار أنظم إلى عائلتي أو عمل طبعا سأخوم سأضغط على الأيقون الأخيرة هنا هكذا إذن هنا يسألك كيف سمعت عننا وهناك عدد من الأجوبة ويمكنك اختيار أكثر من إجابة واحدة مثلا الموقع الرسمي الموقع الرسمي هكذا وسائل تواصل اجتماعي وهنا قد نكون قد انتهينا من عملية التسجيل ولم يبقى لنا إلا الضغط على هذه الأيقونات الأخوة الأخوة الذين قد حضروا جلسات للعمل من قبل وعقود العمل والهجرة واللقاءات التعريفية يجب عليهم الضغط على نعم هكذا والإخوة الجدد أو الذين لم يتم قبولهم يضغطون على لا بعدها هل تقدمت بالفعل للحصول على شهادة شهادة اختيار كيبك طبعا لا إذن في النهاية يجب أن توافق على الشروط والأحكام لوزارة الهجرة وذلك بالضغط على نعم هكذا وسأرسل الطلب بالضغط على هذه الأيقوناة هنا وسأذهب ثورا للتعرف على الدول العربية والمقيمين العرب بأوروبا والذين يمكنهم التقدم كذلك تابع معي هذا الفيديو إن كنت مهتم كما ترون جلسات إعلامية تنظمها وزارة الهجرة إذن سنبدأ مباشرة كما ترون هناك جلسات إعلامية في أوروبا إفريقيا مدغشخر ودول أخرى كما ترون هنا وما يهمني هنا هي إفريقيا وأوروبا إذن سننزل إلى هنا ونجد لقاءات في باريس كما ترون أي الإخوة المقيمين في الأراضي الفرنسية كما ترون فقط للأوروبيين ما ترون للأوروبيين فقط وسأنزل إلى هنا وسأجد الجلسات توجد في جلسات إعلامية في إفريقيا الجزائر الكاميرون سحي العاج الجزائر المغاربة لتونسيين والسينيقال كما ترون إذن للتقديم على هذه الفرصة على موقع حكومة كيباك سأقوم بالضغط على هذه الأعيقونة مثلا سأختار للجزائريين فقط هنا وسأختار هكذا وسأقوم بملء هذه الاستمارة كما تم شرحه في أول هذا الفيديو إذن الدول العربية شرحناها إخواني أخواتي هناك ثلاثة دول عربية وحظ موفق للجميع هذه الروابط ستجدونها في أسفل الفيديو في صندوق الوصف لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة وتشجيعنا أكثر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر